أود بداية أن أتوجه إليك بالتهنئة على تولي بلادك رئاسة مجلس الأمن لشهر أيار الجاري وأشكر وفد بلادك على عقد هذا الاجتماع الهام السيدة الرئيس تكتسي مبادرتكم لتنظيم هذا النقاش المفتوح أهمية كبيرة في الوقت الراهن فقبل عشر سنوات اعتمد مجلس الأمن بالإجماع قراره رقم 1540 إدراكا منه للحاجة إلى تعزيز الجهود الهادفة لحفظ السلم والأمن الدوليين والحد من التهديدات الناشئة عن إمكانية حصول الجماعات الإرهابية والجهات الفاعلة الأخرى من غير الدول على أسلحة دمار شامل أو مواد تصنيعها أو إيصالها وقد حققت الجهود التي بذلت على الصعود الدولية والإقليمية والوطنية لتطبيق أحكام هذا القرار بعض النتائج الإيجابية التي تمثلت في تضييق الثغرات التي تتيح للمجموعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة العابرة للقارات وللحدود الحصول على والإجهار بأسلحة الدمار الشامل كما ساهمت في الحد من ظاهرة الأسواق السوداء وتوطيض وضبط أنظمة التصدير والرقابة على المواد الحساسة إلا أنه بالرغم من كل ذلك وللأسف لا تزال هناك ثغرات كبيرة يستغلها الإرهابيون للحصول على أسلحة دمار شامل واستخدامها لتحقيق مآربهم الإجرامية بل إننا نرى تورطاً لدول أعضاء في هذه المنظمة في تزويد الجماعات الإرهابية بأسلحة كيموية أو مواد إنتاجها وانخراطاً لدول أخرى بعضها للأسف عضو في مجلس الأمن في غض الطرف عن هذه الانتهاكات الجسيمة التي تمثل تهديداً خطيراً يطال العالم بأسره إن هذا الأمر الخطير قد تجلى كحقيقة للأسف فيما شهدته بلادي سوريا من استخدام لمواد كيموية مرات عدة ضد المدنيين والعسكريين من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة وبدعم من دول عربية وأقليمية وتواطئ أجهزة استخبارات دول نافذة في مجلسكم هذا وكانت حكومة الجمهورية العربية السورية قد حذرت مراراً وتكراراً من خلال مئات الرسائل الرسمية التي وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء مجلس الأمن ولجنة القرار 1540 حذرت من قيام بعض الدول الداعمة للأرهاب في بلادي بتسهيل حصول الجماعات الإرهابية المسلحة التي تنشط في سوريا على أسلحة كيموية وقدمنا للمجلس لمجلس الأمن وللجنته الفرعية المعنية بتطبيق القرار 1540 بدءاً من رسالتنا المؤرخة في 8-12-2012 وانتهاءاً برسالتنا المؤرخة في 7-4-2014 معلومات مفصلة وموثقة عن قيام عناصر من تنظيم القاعدة بتصنيع واختبار أسلحة كيموية في مختبر يقع في مدينة غازي عنتاب التركية تمهيداً لاستخدامها ضد المدنيين السوريين وكذلك عن محاولة الإرهابيين إدخال كميات من غاز السارين عبر الأراضي التركية بعد أن نقلوها علامة طائرة مدنية وصلت إلى تركيا من ليبيا لاستخدام هذا الغاز في سوريا وتوجيه الاتهام لاحقاً للحكومة السورية كما وافينا اللجنة بعدة تسجيلات صوتية وأشرط فيديو تؤكد حيازة الجماعات الإرهابية لمواد كيموية وعزمها على استخدامها في مناطق سوريا إلا أن بعض الدول الأعضاء في مجلسكم الكريم هذا وخارجه أيضاً قد صمت آذانها أمام تحذيراتنا ودعواتنا المتكررة لضمان احترام القرار 1540 وتجاهلت ما نص عليه القرار 2118 الذي طالبت دول الأعضاء بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجماعات الإرهابية التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها وكذلك بإبلاغ المجلس بأي حالات انتهاك للقرار 1540 وبالرغم من كل ما تكشف عن محاولات الجماعات الإرهابية لتهريب أسلحة كيموية ومنها غاز السارين عبر الأراضي التركية إلى سوريا ورغم التقارير الدقيقة التي تتحدث عن وقوف دول بعينها خلف الاعتداءات التي طالت ريف دمشق في 21-08-2013 فإن مجلس الأمن لم يحرك ساكناً لأن دولاً نافذة فيه قد عملت على منع الأمم المتحدة من الأضطلاع بمسؤولياتها في مواجهة التهديد الأرهابي الذي تتعرض له سوريا دولةً وحكومةً وشعباً وهو التهديد والذي يمثل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم لا بل إن هذه الدول بعينها قد تغاضت عن ضرورة مساءلة حكومات الدول الأعضاء التي تقوم بدعم هذا الإرهاب الأمر الذي يثير مرةً أخرى التساؤل عن جدوى اعتماد مجلس الأمن لقرارٍ ما دون الالتزام بتطبيقه وكذلك عن التطبيق الانتقائي والمصالحي للقرارات التي تصدر عن هذا المجلس السيد الرئيس تؤكد حكومة الجمهورية العربية السورية مجدداً التزامها بالصكوك والمقررات الدولية والإجراءات المعمول بها للتعاون وتبادل المعلومات والتنسيق لمواجهة التهديد المتمثل في وصول أسلحة الدمار الشامل ليد الإرهابيين وقد عززت الحكومة السورية من إجراءاتها ذات الصلة بشكل مستمر ووافت لجنة القرار 1540 بخمسة تقارير وطنية حول تنفيذ هذا القرار وإن حكومة الجمهورية العربية السورية تطالب مجلس الأمن مجدداً بالاطلاع بالمهام الموكلة إليها لضمان عدم حصول الجماعات الإرهابية العاملة فوق أراضي بلادي سوريا على أسلحة دمار شامل ومساءلة الدول الداعمة للإرهاب في بلادي وفوق أرض بلادي وضد شعب بلادي لأن من شأن ذلك المساهمة بشكل فعال في الجهود الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين وشكراً السيد الرئيس أشكر ممثل الجمهورية العربية السورية على بيانه وأعطي الكلمة الآن ممثل المغرب